استحقاق الوطني نفرزه الحراك الشعبي والكاظم يتعهد بإجرائها بعيدا عن المال السياسي ضمن موقفها الوبائي الصحة تعلن تسجيل 1992 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بعد نفوق عشرات الأطنان وفد حكومي يصل إلى الديوانية لمتابعة قضية الأسماك في بحيرة الدلمج السلام عليكم سادة الأكارم هذه نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من العراقية الإخبارية رحب رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح بإعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة مشيرا إلى أن أزمة العراق السياسية لا تحتمل التسويف رئيس الجمهورية أوضح أن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة تعد من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي حيث تم التداول بذلك في الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاث داعيا مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها والشروع بتنفيذه فضلا عن الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا بدوره أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أن تحديد موعد الانتخابات جاء بعد دراسة مستفيضة للمؤسسات المعنية وقال ملطلال في إجازه الصحفي إن تحديد موعد الانتخابات جاء تلبية للإرادة الشعبية ورغبة المرجعية الدينية العليا ولم يكن ردة فعل سياسية كما أن إجراء الانتخابات المبكرة جاء من منطلق الالتزام بالبرنامج الحكومي فيما أضاف ملطلال أن الحكومة تسعى لإجراء الانتخابات بعيدا عن المال السياسي والسلاح المنفلت ترحيب سياسي بتحديد موعد الانتخابات المبكرة وسط دعوات بتوفير الأمور اللوجستية والتحضيرات للانتخابات تحددها المفوضية أكثر من مئة نائب يطالبون بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة استكمال موضوع الملاحق الخاصة بقانون الانتخابات المعنية بالدوائر الانتخابية المتعددة على مستوى المحافظة مطالبة كشف فيها عن اجتماع ثلاثي ضم السلطتين التشريحية والتنفيذية إضافة إلى الأمم المتحدة اجتماع شهد ثلاثة مواعيد مقترحة للانتخابات ليحدد بعدها رئيس الوزراء السادسة من حزيران من عام 2021 موعدا لإجراء هذه الانتخابات تحديد دفع السلطة التشريحية لضرورة استكمال نصاب المحكمة الاتحادية عبر تعديل المادة الثالثة من الأمر ثلاثيين خلال الجلسات المرتقبة للبرلمان أكثر من مئة نائب حاليا مستعدين حاليا وقعنا أنه علينا عقد جلسة طارئة قبل أن يعلن سيد الرئيس الوزراء أنه توقيت الانتخابات المبكرة لأزلنا مصرين على هذه الجلسة لأنه ليس فقط قانون الانتخابات وإنما قانون المحكمة الاتحادية المادة الثالثة هي التي شلت البلد حتى نكمل نصاب المحكمة الاتحادية خبراء القانون تحدثوا عن أهمية استكمال مقاومات العملية الانتخابية من قانون نافذ وبئة آمنة يدل فيها الناخب بصوته بكل حرية وإلى توفير المال لتهيئة مقاومات الدعم اللوجستي الخبراء أفصحوا عن وجود ما يقرب من الأربعين وحدة إدارية تشهد تداخلا بين المحافظات لكونها مستحدث سابقا أو مؤخرا تقريبا أربعين وحدة إدارية موجودة في كل المحافظات فيها تداخل وغير مسجلة في وزارة التخطيط بشكل رسمي وهذا التداخل يحتاج وقت كافي حتى نقدر نعرف أن هذه الوحدة الإدارية هي التي تابع فلان محافظة إما الاستقراء السياسي لمشهد الانتخابات المبكرة يذهب نحوها إنها مطلب شعبي وجماهري يجب أن تكون هناك تطابق في عملية تهيئة مناخات يقبل بها الجميع اليوم التناهر والتدافع السياسي صعب جدا إرضاء ذلك المزاج السياسي بعد الإعلان عن موعد للانتخابات تصاعد الجدل السياسي والقانوني بين أطراف المعادلة السياسية في البلاد التي تنتظر استكمال مقومات العملية الانتخابية أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد في الموقف الوباء اليومي أعلنت وزارة صحة تسجيل 1992 حالة شفاء من فيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 2836 إصابة جديدة فضلا عن 83 حالة وفاء الوزارة أوضحت في بيان لها أن مجموعة حالة الشفاء تجاوز 96 ألف في حين بلغ مجموعة الإصابات أكثر من 134 ألف أما حالات الوفاة فقد بلغت خمسة آلاف وسبع عشرة حالة أكدت وزارة الصحة أن الوقت ما زال مبكر لتقييم الموقف الوبائي لجائحة كورونا خلال أيام عيد الأضحى المبارك المتحدث باسم الوزارة سيف البدر وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية أشار إلى أنه لوحظ هناك عدم التزام من المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية لا سيما في المناطق الشعبية من عكس على أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مؤكدا أن وزارة الصحة إلى الآن قادرة على التعامل مع أعداد الإصابات مؤكدا أن نسبة الشفاء عالية جدا تصل إلى 72% استحدثت دائرة صحة صلاح الدين ردهة بسعة 120 سريرا ومختبرا نتيجة تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مستشفى التأهيل الطبي في تكريت فالنعرف دي المؤسسات الصحية بأجهزة الإنعاش الرئوي ومعدات طبية لعلاج المصابين بعد ارتفاع عداد الإصابات بفيروس كورونا دائرة صحة صلاح الدين تستحدث مختبرات للكشف عن المصابين إضافة إلى توزيع المستلزمات الطبية وإجهزة السباب والإنعاش الرئوي على مستشفيات المحافظة إجراءات رافقها استنفار الملاكات الصحية للحد من انتشار الوباء طبعا دار الصحة صلاح الدين في فترة الماضية أرفدتنا بالعديد من الأجهزة والمستلزمات الطبية لحقيقة مهمة في تطوير صحة المريض من ضمن هذه الأجهزة هي أجهزة السي باب أو الباي باب هذه حقيقة الأجهزة هي مهمة في ارتفاع نسبة الأوكسجين للمرضى لحالات الحارجة العمل جاري على فتح مختبرات ثانية أضافية أتوقع في بلد أكو عدنا جهاز PCR موجود وأتوقع في الدجيل همينا أكو عدة أجهزة للPCR وعدة أجهزة لإكستراكشن للاستخلاص حتى نزيد الإنتاجية مالتنا الإنتاجية مالتنا حاليا يوميا 128 فحص إذا إجتنا أجهزة إكستراكشن أضافية هذه الأعداد تضاعف ممكن أن نوصل يوميا إلى 600 فحص أو 600 عينة نقدر أن نفحصها ردهتنا الحمد لله مجهزة بشكل كامل مجهزة بأجهزة نفس طناعي مجهزة بأجهزة مراقبة للحياة مجهزة بكوادر مدربة بشكل عالي على سحب المسحات وعلى متابعة المرضى على إعطاء العلاجات وعلى أجراء التحاليل الحمد لله لدينا طباء اختصاص بجذاوة منفصلة لمتابعة حالات المرضى وصول الأجهزة الطبية رافقها الشروع بإنشاء ردهة لعز المصابين سعة 120 سرير ضمن مستشفى التأهيل الطبي في تكريت لتسهم باستعاب الحالات الحرجة من عموم أقضية المحافظة وتقديم العلاجات الطبية لها تم افتتاح ردهة سريعة تحوي على 120 سرير وحاليا هي قيد الإنشاء إضافة إلى أن هناك إذا ردها تعزل في مستشفى صلاح الدين وإضافة إلى أن في المستشفى الأخرى كافة بما تسمعون في كافة الأقضية والنواحي قسب توجيهات السيد المدل العام ومعاوني رفض المؤسسات الصحية داخل المحافظة بمختلف الأجهزة الطبية أسهم برفع نسبة شفاء المصابين بفيروس كورونا عمر العزاء والعراقية الإخبارية صلاح الدين وصل إلى الديوانية وفد حكومي مشترك من وزارتي الزراع والموارد المائية لمتابعة نفوق الأسماك في هور الدلمج وزير الموارد المائية وجه دائرة المصب العام بتقديم الدعم الكامل للجان الوزارية كافة والخاصة بمتابعة موضوع نفوق الأسماك في هور الدلمج هذا وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في وقت سابق أن أحد المستثمرين من مربي الأسماك في هور الدلمج مقاطعة 25 وجزء من المقاطعة 26 قدم شكوا بشأن وجود حالة نفوق للأسماك وعلى إثر ذلك وجه وزير الزراعة بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحادث وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا من الديوانية مراسلنا من هناك الزميل أمين الهلالي أمين مساء الخير يعني زيارة الوضع المتمثل بوزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية هل خلصة إلى نتائج محددة ولو كانت أولية عن أسباب نفوق الأعداد الكبيرة من الأسماك في هور الدلمج ما زال الوفد الوزاري والوفد من المشكل من قبل محافظة الديوانية من دائرة بيئة الديوانية ودائرة صحة الديوانية وزراعة الديوانية بالأضافة إلى وزارة الموارد المائية ودائرة الصحة والبيئة موجودون هناك في موقع الحادث موقع حادث نفوق الأسماك والذي حصل بالتحديد في النهر الثالث والذي يبعد عن هور الدلمج حوالي 30 كيلومتر والإجراءات الأولية تشير الآن هناك لربما عدد من السموم موجود في هذا النهر والذي أدى لنفوق أعداد كبيرة تصل إلى عشرات الأطنان من الأسماك في النهر الثالث والذي أثر أيضا على ما موجود من الثروة السمكية في هور الدلمج لحد الآن لم تصل إلى النتاج النهاية ولكن تم تشكيل لجان تحقيقية وبانتظار النتاج الأخيرة التي تؤكد أسباب نفوق الأسماك أضافت إلى ذلك تم الاطلاع ميدانيا من قبل اللجنة المشكلة الوزارية والمحلية لمعرفة الأسباب لا سيما والأعداد التي نفقت في النهر الثالث هي أعداد كبيرة يشار إلى أن هور الدلمج من المسطحات المائية المهمة والذي يحتوي على ثروة سمكية كبيرة ويحتوي على أنواع نادرة من الأسماك نعم صادق كم تبلغ كمية الأسماك النافقة جراء الحادث الأخير هذا من جهة من جهة أخرى كم تحتاج هذه اللجنة من وقت لتعلن السبب وراء هذا الحادث تقدر أعداد الأسماك النافقة بعشرات الأطنان والتي حقيقة كانت بالتحديد في نهر المصاب العام النهر الثالث وهذه الأسماك هي ابتداء من ثلاثين كيلومتر عن هور الدلمج بالتحديد وهذه المسافة وصولا إلى هور الدلمج كل هذه المسافة تأثرت بنفوق الأسماك وكانت هذه الأسماك التي نفقت تحديلات الأولية تشير إلىنا وأيضا شهود عيان من قبل صائدي الأسماك ووجود عدد أو كمية من السم في هذا النهر أدت إلى نفوق الأسماك أما النتاج التحقيقية واللجانة التي تم تشكيلها لم تحدد فترة زمنية لإعلان النتاج ولكن هناك معلومات تؤكد على أن النتاج ستعلن قريبا وسيتم إعلانها من خلال مؤتمر صحفي ومعرفة أسباب نفوق الأسماك الأمر المفرح في هذه القضية والذي يمكن الإشارة إليه أن كمية نفوق الأسماك التي لربما وصلت إلى هور الدلمج لم تؤثر على الثروة السمكية في هذا الهور على اعتبار أن هور الدلمج يحتوي على كميات كبيرة من الأسماك ويحتوي على أيضا أنواع نادرة من الأسماك وبالتالي هي المنطقة التي تأثرت بالتحديد في النهر الثالث والذي هو يغذي هور الدلمج بالماء والذي يعتبر أيضا المصب العامر أيسي لهور الدلمج يعني أفهم من كلامك أن الحادث الذي أودى إلى نفوق هذه الكميات الكبيرة من الأسماك أو السبب الذي يقف خلف هذا الحادث لم يمتد إلى بقية هور الدلمج هذا من جهة من جهة أخرى يعني ماذا عن مربي ثروة سمكية الذين تعرضوا لهذا الحادث ما هي مطالباتهم هل هناك وعد بتعويضهم هل هناك نقاش بهذا الإطار يبدو أننا قد فقدنا الاتصال بالزميل أمين الهلالي مراسل العراقي الإخبارية من الديوانية عموما شكرا جزيلا لك أمين أعلنت وزارة الكهرباء استيراد 650 ميجا واط لرفع ساعات التجهيز مؤكدة أنها ستعبر الأزمة خلال الأيام المقبلة وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن الوزارة ذهبت باتجاه شركة كارل لاستيراد طاقة ما تقرب من 450 ميجا واط على أن تدفع هذه الطاقة من خلال خطوط خارمالا كاركوك ومن ثم تذهب إلى بغداد ومحافظات الفرات الأوسط مجمع السلام السكني في محافظة النجف الأشرف يعاني نقصا حادا من تجهيز الكهرباء ما تسبب في معاناة ساكنيها الذين اتهموا جهات مستفيدة من هذه الأزمة مجمع السلام السكني في النجف الأشرف يعاني نقصا بتجهيز التيار الكهرباء الأمر الذي جعل من ساكنه يعبرون عن استياءهم سيما أن المجمع أنشئ من قبل وزارة الإعمار والإسكان التي وقعت عقدا بعدم أطفاء التيار بحسب رأي الساكنين العقد مبرم بأن بناء العمودي الكهرباء مستمر 24 ساعة بس دارة الكهرباء يقول لك أنت ليش جبت مولدة إحنا المولدة ما جبناها الأهالي جابها المختار السابق وجابها المدير الجمعية هاي المشكلة اللي صارت عندنا إحنا إحنا أصلا رافضيها جملة تفصيلة هو أصلا عمودي يفترض بكل العالم البناء العمودي غير مشمول بالقطع لعن تعرف شقق وصغيرة ما بها حدائق ما بها مجال طلعه الساكنون في المجمع اتهموا بعض الجهات المستفيدة من وجود المولدات الأهلية ليحققوا مكاسب مالية مطالبين برفعها وتنظيف الأبنية من التشوهات المسببة لمناظر لا تتلاءموا وحداثة الأبنية فضلا عن تسببها بعدم وصول آليات البلدية والدفاع المدني احترقت عندنا أكثر من شقة وعمارة ما تقدروا الطب بسبب الأسلاك سيارات الغاز ما تقدروا الطب هاي المولدات سببت ودور تماس كهربائي من تمطر الدنيا تبدل فواني ستعطب وجدح أكثر من طفل كهرباء عندنا قسم من أطفال وأحد بهم دخل عنها مركزة يومين وفي محاولات عديدة للوصول إلى الجهات المختصة لسماع رأيهم لم نحصل على جواب شاف الأمر الذي زاد الأمر حيرة لدى الساكنين بانتظار حل مشكلتهم في درجات حرارة وصلت إلى الخمسين مئوية يعني أحنا أسوة ببقية المجمعات نطالب من عندهم بالمساواة وتنفيذ أمر السيد المحافظ أنه البناء العمودي تستمر بالكهرباء أو قطع شي قليل راحت مجموعة ممثلة عن المجمع من راحة يقول لهم أنه أنتوا خليتوا مولدة بالمجمع من خليتوا مولدة بالمجمع فصار حالكم حال المناطق فصار تطبق عليكم القطع المبرمج بس المشكلة أنه المولدة صارها أربع سنوات أو خمس سنوات موجودة بالمجمع ما كان هذا القطع المبرمج سابقا وإنما بس حسنا تطبق فشن المشكلة ما نعرف من داخل مجمع سلام سكني في النجف الأشرف أيمن الشريفي العراقية الإخبارية أكدت وزارة الاتصالات السمرار عمليات الصدمة لحين إكمال بوابات النفاذ الضوئي الوزارة قالت في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن العملية أعادت هيبة الدولة لقطاع الاتصالات ووقف الهدر بالمال العام مشيرة إلى أنها باشرت بالإجراءات القانونية ضد شركات وإشخاص ثبت تورطهم بالتجاوز على القانون الحرب على مافيات تهريب سعات الأنترنت تتواصل من خلال عمليات الصدمة لإيقاف هدر المال العام وإعادة هيبة الدولة بينما يشكك برلمانيون بهذه العمليات ويصفونها بالحركة الإعلامية وزارة الاتصالات تواصل حربها على مافيات تهريب الأنترنت بحملات واسعة تشارك فيها قوات أمنية متخصصة الوزارة تؤكد أن حملتها أعادت هيبة الدولة لقطاع الاتصالات وأوقفت الهدر بالمال العام وستستمر لحين إكمال بوابات النفاذ الضوئي شركات الاتصالات التي كانت قد تضررت نتيجة عمليات التهريب أكدت أن جودة خدمة الأنترنت ونوعيتها ستتحسنان خلال الأيام المقبلة عملية الصدمة كانت عملية مدروسة وأهدافها صحيحة نتائجها أثمرت أنه الآن إحنا كخدمات وكحزم ارتفعت هواية كانت أيضا تجربة لبيان إمكانية استعداد البنى التحتية لاتصالات الاستيعاب الزيادة وفي الوقت الذي أعلنت فيه الاتصالات المباشرة بالإجراءات القانونية بحق شركات وأشخاص ثبت تورطهم بالتجاوز على القانون يشكك نواب في لجنة الخدمات النيابية بتلك الإجراءات ووصفوا عمليات محاولة السيطرة على جرائم تهريب الأنترنت بأنها حركات إعلامية لا فائدة منها ولا سيما أن أغلب الشركات المتهمة بعمليات التهريب يتمتع أصحابها بعلاقات جيدة مع مسؤولين حكوميين كما هناك مهربون يتغلغلون داخل وزارة الاتصالات على حد تأكيدهم عملية الصدمة أنا أعتقد بينها عملية استهلاكية فقط للإعلام ما تقوم به هي إجراءات وقتية من إيقاف هذا التهريب التنسيق بين هذه الشركات المهربة لساعات الأنترنية مع بعض الموظفين في الوزارة واضح ومعلوم وحتى التهريب يقام على البنى التحتية لوزارة الاتصالات ووفقا لمتخصصين فأن العراق يخسر دخلا ماليا قدره 120 مليون دولار سنويا نتيجة بيع الأنترنت خارج إطار الدولة وتهريبه عن طريق إنشاء ممرات جديدة لكابلات الأنترنت دون مرورها بالبوابات الرسمية كذلك التجاوز على الكابل الضوئي فالصدمة يترقب المواطن نتائجها علها تحسن نوعية وجودة الأنترنت الذي طالما أزعجه علي الأحمد العراقي الإخبارية بغداد وفي آخر تطورات ملف سد النهضة حيث أعلنت وزارة الرأي والموارد المائية المصرية اعتراضها على الإجراء الوحادي لملء السد النهضة من قبل يثيوبيا من دون تشاور أو اتفاق مشددة على ضرورة احترام إعلان المبادئ كما طلب وزير الرئي المصري محمد عبد العاطي بضرورة التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية وأشار إلى اقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستعقد لمدة أسبوعين لافتا إلى أنه واسنادا إلى القمة الأفريقية المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط تعثرت مجددا جولة المفاوضات الثانية برعاية الاتحاد الأفريقي التي جرت عبر تقنية الفيديو بين أثيوبيا ومصر والسودان وحضرها أيضا مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي حيث شهدت أحداث الجلسة المتعثرة حول سد النهضة مشادات مصرية أثيوبية وفي حين طالبت القاهرة بجدول زمني فيما حذرت واشنطن من أن الوقت ينفذ للتوصل لاتفاق يضع حدا لهذه الأزمة المستمرة منذ سنوات وقد انتهت الجلسة باتفاق على استئناف المحادثات الفنية خلال اليومين القادمين في مسارين متوازيين وعرض النتائج في الاجتماع الوزاري الجديد بعد غد الخميس وعقب انتهاء الاجتماع الوزاري حذرت وزارة الري المصرية من اتخاذ إجراءات أحادية دون التشاور مع دولتي المصب وطالبت بالالتزام بمخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي عقتت مؤخرا بوضع سقف زمني للمفاوضات خلال أسبوعين واتفاق على أجندة محددة ونبقى في تطورات القارة الأفريقية حيث ذكرت وسائل وإعلام الليبية أن وفدا أمنيا من مالط على رأسه رئيس الأركان سيصل العاصمة طرابلس اليوم في زيارة غير معلنة تستمر أربعة أيام ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الفرقاطة الألمانية هامبورغ إلى البحر المتوسط للمشاركة في مهمة إيرين الأوروبية لمراقبة قرار حظر التسليح الدولي في ليبيا أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف أن العناصر الأمنية بأجهزة الوزارة قادرة على حماية الجبهة الداخلية وبسط سيطرتها على كامل ليبيا وأبدأ وزير الداخلية تخوف الحكومة من تغيير التركيبة الديمغرافية في ليبيا بسبب ما وصفه بالمرتزق السوريين والأفارقة موضحا أن أجهزة وزارة الداخلية على استعداد للتعامل مع أي تطورات عسكرية قد تحدث خصوصا فيما يتعلق بمدينة السرط وقاعدة الجفر ونبقى في التطورات الليبية حيث اندلع حريق ضخم في مطار مصرات الدولي دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء الحريق ولم يصدر عن حكومة الوفاق أي تعليق حول الحريق وما إن كان اندلع بشكل غير مقصود منه مفتعل وتتهم قوات الجيش الوطن الليبي بقيادة حفتر إدارتي مطار وميناء مصرات باستقبال الإمدادات التركية التي ترسل إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق وفيما يتعلق بوباء كورونا بدأ اليوم في مدينة السرط الليبية العمل بقرار حظر التجوال لمدة 24 ساعة وعلى مدار عشرة أيام لمنع تفشي الفيروس كما أغلقت جميع المحلات التجارية والنشاطات الخدمية باستثناء محلات مواد التنظيف والمخابز على يتم فتحها من السادس صباحا إلى منتصف النهار كما تستثنى الصيدليات والعيادات من قرار الإغلاق تصدت دفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوب الغربي وذكرت وكالة الأنباء السورية السانة أن مروحيات الكيان الصهيوني قامت بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاط الجيش السوري على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة لافتة إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات نبقى في سوريا ولكن في شأن آخر حيث مع سمراء تفشي فيروس كورونا في البلاد إلا أن سعر الليرة مقابل الدولار بقي منخفضة يأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية صعبة تعيشها سوريا منذ بدء تفشي الوباء وارتفاع أسعار المواد رغم التحسن الذي تشهده الليرة السورية إلا أن ذلك لم ينعاكس على الأسعار في البلاد إذ بقيت تحافظ على ارتفاعها منذ بدء سعر صرف الليرة مقابل الدولار يصل إلى مستويات غير مسبوقة صار فينا ما عم بتعرفي شو من تصرفي بهذه البلد بيرفعوا بيرفعي عشر ألعاف يعني صارت عيشتنا كتير كتير مملة كتير غلى معيشة غالية يعني غير الله يفرج القضية كتير كتير شائكة عنا بسوريا هنا أولا التضخم المالي اللي صار بعد الحرب وترافقت معه أزمة كورونا فهذا الموضوع يعني الحقيقة كتير شائك ما فينا نحمل نتيجته إلى الأشخاص المعنيين بهذه القضية تحديدا يعني المسؤولين وين دورون ارتفاع الأسعار بشكل مضعف كان سببه الرئيسي ارتفاع سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة تجاوز الدولار 3500 ليرة سورية إلا أن تراجع أسعار الصرف إلى ما دون 2000 ليرة خلال الأيام الماضية ولكن ذلك لم يؤدي إلى تراجع في الأسعار وضع البلد كتير صعب الغلاء على أساسها عم يتعاملوا بالدولار ما بعرف شو الله يلعنوا بينزل الدولار ترتفع الأسعار نستنى أساس أسبوع أسبوعين ترجع ترخص الأسعار ما عم ترخص دائما طال على فوق كل ماله بزيادة والله هيك يفرج عن البلد كلها أمراض وكورونا وكاذا يرحمونه سوريا تعيش أزمة فساد إلى جانب الأزمة الاقتصادية والأزمة في سوريا تخطت كونها أزمة في سعر الصرف فحسب وأصبح المواطن السوري مثقل في ظل العقوبات الاقتصادية والوضع المعيشي المزري وأصبح بحاجة لتخفيض الأسعار والعمل على زيادة المنافسة بين السلع في الأسواق أنا متقاعد وعم بشتغل شغل براني كمان ما عمل لحي يعني رات بين والله يعيننا هلا أنا ما نشايف أنه تغيرت الأسعار عم ينزل التصريف بس ما عم ينزل الأسعار إن تحسين وضع الليرة السورية في هذه الظروف يحتاج إلى تركيز تام على دعم الإنتاج لتلبية الطلب المحلية وخفض الطلب على القطع الأجنبية ويكون ذلك بحزمة قرارات صارمة لتنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الاستثمار ووضع سياسة نقدية شففة وواضحة هو ما يسهم في كسب ثقة المواطنين والحفاظ على سعر صرف الليرة السورية على الاستقرار النقدي يشكل عاملا أساسيا محفزا لنمو الاقتصاد الوطني السوري لقناة العراقية الإخبارية من دماشق راني محمد ختم النشر تذكير بعناوينها صالح يقول إن الانتخابات المبكرة استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي والكاظم يتعهد بإجرائها بعيدا عن المال السياسي موسيقى